طب تعمل مع يوسف كده لي يا نزيمة هو المرة كمان بعثتك لهون؟ لا، هو معرفش أصلاً ده أنا هنا، وكنايلي مجيش منك فجأة اكتشف انه هو رجال؟ انت بتنتقم منه؟ أنا اي انتقم هم بتحكي اي انتقم؟ وين هو هذا الانتقم؟ هو فجأة اجل عندي وطلب مني انه تفض الشراكة وانا نفذت يلي طلبه بالظبط وبس وانت عارف ان هو مش هيعرف يوفي بالعقد واذا مش قادر يوفي بالعقد؟ ليش مضى عليه؟ تعمل كده لي؟ انا رحلك ليش مضى على العقد؟ وهي مضى على العقد؟ لانه حسبه برأسه كتير منيح اذا هو ما قادر انت بتقدره طلعت حسباته كتير صح وانا طلعت الشاري وولعت الطعم بكامل ارادتي وانت جيت بالاخر خربت كل شيء يبا انتقم مني انا مش مني هو ما بقدر انا ما بقدر انتقم منك بتعرفي ليه؟ اولا لانك ست وتينة يعني انا مغروم فيك وبحبك بتحبني؟ مجد ايه عن جد ايه انا بحبك عن جد انت بتعرفي هاد الشيء اذا كنا ما كنت بحكي لك عن الاتنين اللي انا حبتهم قبل كده وازاي انه بعد وقت فاجئوني بجانب جديد في شخصيته وما انا مكنش عاملة حسابي عليه وعرف ان انا مش عارف استحمله ساعة كنت بقعد مع نفسي اقول ياه معقولة نديمة هو اللي هيفضل يحبني و هيفضل حلوة طول الوقت انتي افتلعت زي يومهم بالصبت وانتقامك وجباروتك كشف السواد اللي جواك اللي كان مستخبي ورا العاشق الوالهان اللي مستعد ان هو كان يعملي اي حاجة انت بتنتقم منه عشان انا رفضتك؟ انتي لابا تقول انه هدا اللي حصل معناته ان الطبع غلب التطبع احنا بحالتنا في شغلتان في العاشق في التاجر عاشق لجواتك مستعد يعمل اي شي حتى تكون دي موسوطة وفرحانة عاشق لجواتك مستعد يضحي بكل شي بس لانه انت تكوني حبيبته سما التاجر لا مش رح يقبل انه يظهر خسران كل شي دفعته كرمالك رح يرجعلي على اخر مليم انا التاجر لجواتي ما بيقبل انه يبقى خسران معهوش اذا ما بيدفع لي وراه ولي قدامه وبينسجل بالباقي خليه يدفع تمن غلطه تمن غلطك انت كمان مش هو يقول انه بحبك مسعدي يعمل اي شي كرمالك مش هو يقول انه لازم يكضحي بكل شي لحتى تكون انت مبسوطة خليه ينفذ بالفعل مش بالحكي ما اقولها ما اقولها انت حقير للدرجة دي مش احقر من الرمالي مرته طعم وانا قبلت طعم بس تهنوزن باني حبيتها ونغرمت فيها ولا احقر من اللي باحت حبي بس ليك لانه قررت فجأة ما بتتحس موسيقى 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 موسيقى